طب قولي لي أنت متجوزة أو مش متجوزة؟ لازم؟ لا مش لازم ده سؤال اختياري مش جماري عندك خمسة عندك خمسة أولاد؟ أه ابنك كبير مهندس ما شاء الله ما شاء الله بس لا يعني لو مأزونة مش متزوجة ينفع تكتب كتاب نفسها؟ لا طبعا ما ينفعش؟ ولا مأزون يكتب لها إيه ده أم اللي تتعمل إيه؟ ما ديه ورطة كبيرة قوي بالنسبة للمأزونة أه تعمل إيه؟ لا تجوز نفسها ولا مأزون تاني يجوزها إلا بتصريح محكمة لازم رئيس المحكمة ينتدب لها مأزون متخيلة؟ يعني المأزون لما يجي تجوز أمره سهل جدا آه لأنه بتكون محل إقامة الزوجة العروسة عند مأزون تاني غيره إنما هي أنا بالنسبة لي أنا يعني أنا مأزونة دست الأشراف المأزونية بتاعتي سنها كده آه يعني لقى بيه يقولوا مأزونة الأشراف نسبة للمكان اللي أنا بشتغل فيه آه ماينفعش مأزونة يجوزها لأن محل إقامتها دست الأشراف وأنا المأزونة بتاعي دست الأشراف فلازم يتقدم تصريح لرئيس المحكمة اتبع ليه المأزونة تقول أنت دب لي مأزون عشان يعقد زواجي آه والمأزونة الرجل طب ما هي هتبقى نفس المشكلة ليه بتقولي لي لو الرجل لا لا مأزوجة بقى ممكن تكون في محل إقامة غير المأزونية بتاعته آه بس لو في نفس البلد حيبقى أفناء يعني لو حل إقامتها آه لازم انتداب مأزون تاني بقى هتبقى نفس المشكلة آه لازم انتداب طب قولي لي أغرب حالات الجواز اللي أتمتيها آه ممكن يعني جوازات اللي باظت مثلاً يعني معرفش يعني تبقى قولي لي الغريب إيه لأ ممكن يكونوا راضعين على بعض يتفجؤوا لما بنيتقى يعني آه آه يعني إيه يعني إزاي تفجؤوا مكنوش يعرفوا إزاي مكنوش يعرفوا وعرفوا إزاي عرفوا كده بالصدفة يعني عرفوا وانتوا بتكتبوا الكتاب طب ما بنسأل يعني بنسأل على سبيل المزحة آه على سبيل اللي استفسور بتسألي وانت بتعقدي آه بنسأل أسئلة كتيرة طبعاً من ضمنها إيه بس الموضوع أو بسأل أنت موافقة آه أنت موافق بس كان الأغرب 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 آه عريس جاي لزعلان قوي ليه؟ شكله بيتجاوز غزباً عنه الله آه دايما يعني العروسة هي اللي ممكن تبقى مضطر آه آه كان كئيم قوي كان عريس كئيم كان مضطر فعلاً ولا أنت ب ولدتك ههونك أنت لا 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 هو كان لما أنا سألت استفسارتي يعني أول حلق جيني بالطريقة دي يعني عريس زعلان فوقيت إنه هو كان متزوج وزوجته توفت آه فهم غزبين عليه جاوزت آه ممكن بقى يعني وجاوزتين بس العروسة كانت فرحانة قوي ومفصوطة قوي ومتقبلة أنت محسن للعروسة لقيت الستة فرحانة جاوزتين آه ومتقبلة آه طب لأ رجعيني تاني الموضوع اللي قبتيني إيه يطلعوا أخوات في الردع آه ردعين أكثر ردعوا فترة طويلة يعني آه يعني السؤال إيه بس آه متقبلة متربين مع بعض أصلا إيه لقيتهم إيه يتفادوا المشكلة آه لقيت السن واحد تقريباً آه وجران أو بينهم بعض آه أعتقد حاجة بسيطة يعني شور بسيطة يعني آه لأ في ناس منشتعرف يعني مش عارفين آه آه ورد فعل عروسها كان إيه ده كانت بقى رد فعل ممكن صدمة آه آه صدمة ده أنا تصدمت طبعاً آه صدمة آه صدمة آه طبعاً ما تجاوزوش خمال لا برغبتهم بقى بس ما تجاوزوش طبعاً لازم إن أنا وعيهم وفهمهم آه لازم بقى يشوفوا يروحوا دار الإفتة ويسألوا في الموضوع ده آه اللي يومها بقولوا ردعوا كتير طب يا جماعة ردعة آه طب لا كتير كتير آه كتير آه كتير طب ليه من الجوزات المؤلمة بقى؟ آه طبعاً هي كوميديا سوداء آه طب قولي ليه بس اتجوزت بعد كده انت الكتاب تكتبها برده؟ آه ما لازم أنا لكتب الكتاب آه ما فيش مفر آه طب قولي لي آه بتقول لي ابنك ما شاء الله مهندس مهندس هتكتب الكتاب وأنت؟ آه لا ما ينفعش اكتب كتاب ما ينفعش؟ آه لأنه ابني لا ما ينفعش لو اخد عروسة من بره؟ لا ما ينفعش اكتب لابني، لبنتي، لوالدي ده ده شروط كتيرة قوي آه ما ينفعش طبعاً أكتب لنفسي آه ما ينفعش طب يعني أنا ايه احنا بقالنا كم حلقة بس موجة اكتب لك انت آه لا أنا خلاص حرمت احنا بقالنا كم حلقة بنتكلم عن الجواز والأفراح مش عايز اتكلم على حاجة سلبية بس لازم اسألك على الطلاق بتقبلي تطلقي ولا ما بتحبيش؟ أنا تقريباً مبارح بس كل الاعداد ما يكلمني عندوك ويلاقييني في حال الطلاق مبارح مبارح وقبل مبارح طلاقات؟ آه تلات حال الطلاق طب لي دي حنا في موسم جوازي يعني بين العيد الصغير والعيد كبير بيبقى في مواسم للطلاق؟ لا ما فيش مواسم للطلاق ومال؟ هو زاد طلاق زاد طلاق كتير دلوقتي آه وعلى مختلف الأعمار وأسباب كتير جداً طب ما بتنسحهمش يعني بنقعد بنحاول آه بنحاول كم مرة مثلاً يعني بالتقريب كم مرة القعدة جابت نتيجة وحصل صلح؟ هو في مرة وفضلنا حوالي ثلاث أربع شهور في نحنا نوفق ما بين زوج وزوجة آه بس نجحت الحمد لله ثلاث أربع شهور آه واستلحوا آه نجحنا هم كانوا عايزين بعض بس المشكلة في الأهل يعني الأهل غير متقبلين بعض الأم مش عايزة الزوج أم الزوجة مش عايزة الزوج دي بتحصل كتير دي بتحصل كتير يعني المهم إنهم استلحوا استلحوا أصلاً عايزة نختم بحاجة مبهجة كده زي ما بدأنا بحاجة مبهجة نختم لا استلحوا بالمبهج بس في حالات اللازم يتطلقوا يعني حرصاً على سلامة الجميع لازم نتمم الطلاق ما ينفعش إننا نضغط عليهم يعيشوا مع بعض حرصاً على سلامة الجميع دي معناها إن الدنيا ولعى خلف خلينا في الجواز وفي الحاجات المبهجة الحاجات المبهجة وواحدة من الحاجات المبهجة إن أنا شايفة النهاردة مأذونة بسامة إنتي نورتينا برسي جداً وأنستينا برسي أولاً